السلاحة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد حلقة الليلة نقسمها لمحورين في الأول نتحدث في قراءة سياسية للمشهد الداخلي وفي الثاني نقيم التعليم الوجاهي في الجامعات في الأول كيف نقيم شكل المرحلة السياسية الحالية في الأردن هل من مطالبات أو قدرة على معالجة ما نمر به من أزمات إن صح التعبير شائعات هنا وهناك تخرج ويتلاقفها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يحدث كيف نقيم المرحلة كيف يمكن أن نسير قدما للأمام كل ذلك وأكثر نقشه مع ضيوف الكرام الكاتب والمحل السياسي الأستاذ مارك عثامين أستاذ مارك مساء الخير مساء الولد والأكاديمي والباحثة دكتور زيد نوايسي دكتور زيد مساء الخير أهلا بك في نظمة مساء الخير يا سيد أستاذ مارك أبدأ منك وأنا حبدأ من حيث أنهيت المقدمة وهي حديث الشائعات الشائعات يعني ساعة رحيل حكومة ساعة تعديل وزاري ساعة تخبط ساعة فيه ساعة ما فيه والناس تسأل ما الذي يحدث الحقيقة أصبحت الإشاعة هون يعني أعتقد أن الإشاعة في الأردن أصبحت إدارة لفراغ في المشهد مجرد إدارة لفراغ المشهد هذه الإدارة للإشاعة أعتقد في الأردن صار عندنا وضوح أكثر في المرحلة الأخيرة أكون أكثر دقة ووضوحا منذ الفتنة أصبح فيه تجلي واضح لدراسة الموقف أكثر بمعطيات أكثر وضوحا الإشاعة أصبحت عندنا إما بتكون إدارة فراغ يعبر عن قهر وبؤس محلي أو إدارة منهجية لأجندات خارجية هذا بالنسبة إلي أنا متيقب منه هناك إدارة منهجية هناك فراغ في المشهد يسمح بتسلل إحنا في إقليم إقليم مضطرب هذا يجب أن لا ننسى ففي تسلل هائل مش تسلل أبدا تجاوز التسلل أصبح فيه اقتحام جريء ومفضوح وهائل في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال ما يسمى بالإعلام مقصود ما نشفه إيش المقصود بالإعلام يعني الإعلام عندنا مهزوز الإعلام بشكل عام البناء الإعلامي الأردني كله مهزوز أنا ما عم بهاجم الإعلام أنا جزء من هذا الإعلام أنا بحكي عن أدوات الإعلام وسائل الإعلام الإعلام الرسمي مرعوب الإعلام الغير رسمي ولا أستطيع أن أقول إعلام أهلي الإعلام الغير رسمي متشضي إما أنه يكون إعلام دكاكين أو إعلام ممنهج ومدروس من الخارج مخترق في إعلام مخترق عندنا هذا كله يعطيك ساحة هائلة للإشاعة الإشاعة سهل تكوينها في الأردن أصبحنا الآن كل أسبوع نصحوا على خبر يتشكل ككرة الثل صغيرة تتدحرج تتدحرج ثم تكبر وتصبح حديث الشارع وأصبحت الأخبار أتفه من تافها أحيانا وأحيانا بيكون في مواضيع حقيقة يعني بتكون لابد من معالجتها لكن إخراجها الحكومي بيكون أحيانا سيء إخراجها الإعلامي أكثر رداءة فإنت بتحكي عن ما يعكس واقع المشهد السياسي كله في الأردن ترجل أسماء وجد نظرك في هذا الموضوع شكرا اتحام جريء مفضوح وهائل أجندات خارجية وبؤس محلي يعبر عنه طبعا ما من ننسى البؤس المحلي هذا موجود يعني هذا كمان الناس كمان وصلت مرحلة الكفر بالواقع فضلي فرزيش شكرا يعني أولا الإشاعة ليست حديثة العهد في الأردن وفي غير الأردن لكن ربما أن مساحة انتشار هذه الإشاعة اليوم أصبحت أكثر سهولة وأكثر قدرة على أن تتمدد بفعل وسائل التواصل الاجتماعي يعني أنا أذكر زمان أي إشاعة كانت تنطلق حول الوضع في الأردن سواء كان سياسيا أو اقتصاديا كان مصدرها الإعلام العربي أو الإعلام الخارج تحديدا أذكر أن الصحافة اللبنانية والصحافة الكويتي هي التي كان يتم تمرير لها أي خبر يتعلق في الأردن باعتبار الأمور في الأردن كانت مضبوطة إعلاميا على الأقل لكن اليوم الحقيقة عندك وسائل التواصل الاجتماعي عندك أربعة مليون شخص فيها أو أكثر حتى يعبروا عن أراءهم لكن الأخطر من الفيسبوك تحديدا أنا في رأيي اللي هي مجموعات الواتس أب تحديدا اللي هي حلت محل صالونات سياسية اليوم تحديدا ما هي المقصودة؟ يعني الغروبات هاي سواء كانت غروبات سياسية أو إعلامية هي التي تمرر يعني الإشاعات أو التسريبات سواء كانت محقة أو غير محقة بالإضافة إلى أنه في حالة إحباط عام في المجتمع نتيجة بس الأستاذ مالك بقول لك في اقتحام جريء ومفضوح وهائل وفي أجندات خارجية تنفذ هنا وهناك شوف وهناك فراغ تملأ هذه الشائعات اليوم جزء من الحرب اللي بتصير في المنطقة الحرب النفسية أو الجيل الجديد من الحروب هو عبر عمليات مثل إشاعات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو ما يمكن أن نسميه بالذباب الألكتروني وبالمناسبة لسنا نحن فقط يعني عرضة لهذا الأمر هناك دول في المنطقة وفي الإقليم تخوض حروب عبر منصات التواصل الاجتماعي لكن الحقيقة عملية التصدي لها يعني لا تتم بالتجاهل بل بالمجابة الحقيقية من خلال وجود سرعة في التعامل معها وتقديم ما يثبت عملياً أنه هذه الإشاعات مورضة وتستهدف النيل من البلد ومن استقرارها لكن التعامل أتفق مع فكرة وجود فراغ تملأ هذه الشائعات؟ شوف هذا تحدي بواجه الجميع حتى نكون منصفين يعني ليس فقط بلدنا اليوم فيه نمط جديد من التعامل مع الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأنت أمام حالة متحركة وبسرعة كبيرة جداً يعني كل يومين فيه ترند سواء عندنا أو عند غيرنا لكن ربما إحنا بجوز لأنه مناخات الحرية أكبر ربما يعني تأخذ مدى لكن أنا يعني اسمح لي أنا ما يقلقني مش فقط الإشاعة بشكلها التقليدي ما يقلقني هو يعني الانزياحات الخطيرة في المجتمع لجهة خلق يعني إشاعات خطيرة تمس الناس وكراماتهم وعراضهم ويعني شخصياتهم هذا أمر خطير لم نعحده في المجتمع الأردني واليوم هذا يطال الشخصيات العامة والمشتغلين أو الفاعلين في الحياة سياسية بشكلها طيب إحنا وجهنا سؤال اليوم عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول ما رأيكم بشائعات رحيل الحكومة وكان مستقصداً أن نذكر كلمة شائعات وجاءنا رات سنستعرض جملة من الأراء التي وردت على الموقع ونحن ذكرنا أنها شائعات رحيل الحكومة رغم ذلك جاءت الردود وكأن الأمر سؤال عن رحيل الحكومة وليس عن شائعات رحيل الحكومة والأزمة مجتمعية اليوم المجتمع تغير تعاطي مع الأمور تغير وهذا ما يقلق الدكتور زيد رأيك الرأي أنت بتحكي كأن المجتمع واحد إحنا كمان وصلنا لمرحلة أكثر أكثر رداءة المجتمع مقسوم أفقياً وعامودياً المجتمع الأردني كله الدولة الأردنية كلها بكمفهوم كيان طبعاً وأكد دائماً كمفهوم كيان مقسوم أفقياً ومشروخه عامودياً فمواجهة الإشاعة مش وظيفة إحنا مرات نسمع بيقولك يجب أن نواجه الإشاعات أو بيكون في واحد أنا عندي سياسة أو واجه الإشاعة هذا كلام عبثي مواجهة الإشاعة مش وظيفة أحد بقدر ما هي مهمة تتطلب وعي الوعي وعي مسبق طبعاً وعي مجتمعي دائماً أكررها الوعي المجتمعي في الأردن تم تزويره وتشويهه ومسخه خلال سنوات سابقة كثيراً وكثيراً وكثيراً وطبعاً الفراغ السياسي الإدارات الحكومية المتعاقبة والهزيلة المؤسسات اللي تتضاءل وتهزل أكثر وأكثر هذا كله الناس يعني في النهاية الناس تتلقى وترد رد الفعل بده يكون بهذا الفراغ فمواجهة الإشاعة مش وظيفة كما قلت بقدر ما هي مهمة كبيرة مواجهة الإشاعة ما بتكون بالفزعة مواجهة الإشاعة عملية بناء كاملة وشاملة مشان تبني مصدر المعلومة الرسمي وتعيد تعيد مصدر المعلومة الرسمي ومصداقيته إله لا أحد يصدق الرواية الرسمية اليوم خلنا نواجه الواقع أي رواية رسمية تطلقها الحكومة أو أي مؤسسة حكومية غالباً هي غير مصدقة حتى لو كانت صحيحة عند الناس فقدوا المصداقية هاي مشكلة هاي كارث يجب أن ننتبه لها الوقت لم يفت بعد لكن لا بد من عملية بناء شامل أنا أعتقد أنه منظومة الإصلاح السياسي كان يجب أن يكون بالموازاة معها أو يسبقها منظومة إصلاح مجتمعي إداري اجتماعي ونواجه الأمور بشجاعة بنواجه الأمور بشجاعة لا نحن بنواجه الأمور بالاختباء ترحيل الأزمات والاختباء خلف حلول مؤقتة واهية فقط هذا ما يحدث الآن تتفقدوا ترزيل لا نواجه الحقائق يعني على كل حال بجوز فيه وفقدان ثقة بالرواية الرسمية لا حالياً حالياً يعني تم بنجاح أنا شايف ما أرق المشهد من الخارج تقريباً وحالياً مما قرأت وسمعت وشاهد في الفترة السابقة في الأردن تم بنجاح خبيث زراعة الشك زراعة عقول من الشك والريبة والتربص والتصيد عقول كاملة من الشك موجودة في المجتمع الأردني أفقياً وعامودياً وحين أقول مجتمع حتى مجتمع النخب النخب مجموعة نخب عندنا تمارس الحكم في الأردن رأيك خزير يعني صحيح أنه في تجريب خطير في المجتمع اليوم الرواية الرسمية يعني حتى لو كانت دقيقة 100% هي في موضع اتهام وشك نتيجة عوامل إحباط في المجتمع بشكل عام يعني لكن في تقديري اليوم أنا بأعتقد أنه يعني كل ما يثار ليس جديداً يعني سواء الحديث مثلاً عن تغيير الحكومات أو التعديل الوزاري أو حتى الخلاف داخل مجلس الوزراء هذا يجب أن يفهم في السياق الطبيعي يعني ليس مفاجئاً وليس يعني أمر استثنائي أن يتم مثلاً تسريب إشاعة عن تغيير حكومة وقد يكون مصدرها بالمناسبة يعني جزء من النخبة السياسية التي تريد أن تصفي حساباتها مع هذه الحكومة أو تلك وربما لو جاءت حكومة قادمة ستتعرض إلى نفس النمط من الإشاعات السؤال أنه الأليات ذاتها يجب أن تتغير وهذا بخليني أرجع إلى التحول الحقيقي الذي بدأ في الأردن في المئوي الثاني وهو إنجاز منظومة التحديث السياسي التي ستدخلنا في شكل جديد من أشكال الإصلاح السياسي وبالتالي وصول إلى المرحلة النخبة تختلف مع هذا صحيح؟ أنا أعتقد أنه اليوم واضح أنه في مجموعة من النخب السياسية لديها مقاربة يعني متفاوتة في مدى قبولها أو رفضها لما جرى التوافق عليه في لجنة تحديث المنظومة السياسية ولكن علينا أن نفهم ونتقبل بالمناسبة يعني حتى نكون موضوعيين المسؤول السياسي ليس عليه حرج أن يقول رأيه عندما يغادر الموقع ويقدم مقاربة نقدية وهذا يعني جائز ويجب أن لا يرجمه لكن أيضا لأنه حتى المسؤول السياسي السابق اليوم عندما يقدم رأيه يواجه من حملة رفض وتشكيك في المجتمع لأنه هناك فقدان ثقة في كل النخبة السياسية الأردنية وتحميلها مآلات المشهد اللي بنشوف لكن أعتقد أنا مرة أخرى طالما أنت طرحت فكرة النخبة السياسية التي تقدم اليوم مقاربة قد تبدو مغايرة لما خرجت إليه منظومة التحديث السياسي أنا أعتقد أنه طالما أنا لديها القدرة على إيصال هذه المقاربة النقدية للمرجعيات بسهولة كان عليها أن تتحدث بداية مع المرجعيات وأنا مرة أخرى أنا لا أضع ما يعني التصريحات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة في ميزان واحد يعني حتى أكون منصف يعني أنا لا يمكن أن أضع من يقدم مقاربة نقدية عاقلة باتجاه أنه كان يمكن أن نفعل أفضل أو نقدم منتج أفضل لكن المقاربة التي تقول أننا نذهبون إلى المجهول ونسير في مركب هائم أعتقد أن فيها نوع من يعني الانزياحات الغير موضوعية خاصة يعني يمكن أن نقبلها إذا قدم كل شخص طرح رأي مغاير تجربته أيضا عندما كان في الحكم وأين ذهب بنا في مرحلة من مراحل تولي مقاليد الحكومات في الأردن طيب أسمع رأيك وسمارك في الموضوع تغيير رحيل تعديل حكومة منطقي غير منطقي طبعا غير منطقي صراحة هناك مقولة أدبية لغسان كنفاني تقول الوطن يا صفي أن لا يحدث ذلك كله أنا أعدلها قليلا وأقول الدولة بمعناها الحقيقي أن لا يحدث ذلك كله الدولة بمعناها الحقيقي أن لا يحدث ذلك كله إحنا لو عنا دولة مؤسسات قانون وهي فقدناها أو نكاد نفقدها لو عنا دولة مؤسسات قانون هذا كله لن يحدث بكون في عندك معيار معايير واضحة لتعديل الحكومة أو تغييره أو قدوم حكومة أو رحيلة في معايير واضحة مبنية على على أسس مؤسسية قانونية واضحة على الأقل كنا نلمح قليلا من تلك الملامح فيما سبق الآن عم تتلاشى هاي الملامح أصبحنا الآن نعدل ونقيم الحكومات ونشوفها على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة أصبح بعض المسؤولين بعض المسؤولين وأنا شهدت ذلك وكنت شاهدا على تلك المواقف بعض المسؤولين يوعز بوضع اسمه في 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 إدراجات فيسبوكية يعني وصلت المهزل إلى هالدرجة فهذا طبيعي بتوصلوا مع الإعلاميين يعني إحنا أولا مع دكاكين الإعلام ما فيش إعلاميين ما في إعلاميين هدول مش إعلاميين تم يعني أحيانا أنت وهي خليني أرجع مرة أخرى إلى فكرة الحديث عن التغيير الحكومي أو التعديل أو حتى الخلاف بين الوزراء وعلى كل حال هذا الأمر غير مستغرب حتى لو حصل يعني ليس منطقيا أن يكون ثلاثين وزير على قلب رجل واحد مفروض أن يكون لهم أراء ويتفقوا ويختلفوا حتى مع الرئيس نفسه هذا الأصل يعني في الأمور لكن ما يجري في تقديري لمن فيها يعني أوكي حتى لو كانت يعني حتى لو حصل هذا الأمر بمعنى الخلاف والحوار حول قضية معينة ليس مستنكرا على لغة الحوارية تماما أنا لا يعني الأمر الخرج يعني وصل أكثر من هذا الحد عشان يكون متفقين شف شائعة وصلت إلى أكثر من هذا الحد شف ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يتم بناء روايات من العدم ليس فقط بالنسبة للحكومة أو بالنسبة لأي واقعة وأي يعني رواية ضد الحكومة مهما كانت يعني محبوكة بطريقة يعني فيها سوداوية وفيها تجنية وفيها ظلم للأسف الشديد يتم تصديقها وهذا ليس دفاعا عن الحكومات يعني أيضا الحكومات تقدم مادة خصبة للناس بشكل أو بآخر لأنه يعني معايير تشكيل الحكومات اليوم يحتاج إلى إعادة النظر من جديد وأستاذ مالك برأيك الدولة لا تريد دولة نحن دولة نحن جميعا لكن أعتقد أنه في عندنا مرجعيات عديدة متشضية في الدولة يعني القصة الآن مش عارف أنت مع مين تحكي يعني من هي السلطة الحقيقية يعني وين السلطة المؤسسات مش موجودة أحيانا المزاج الشخصي يحكم في موضوع الإشاعات بعض الإشاعات الأخيرة اللي طلعت الدكتور بحكي عم بقول أنه الحكومات وأتفق معه الحكومات تخلق فراغ أحيانا صمت الحكومات فرد يخلق خصوبه أكثر لتثبيت الإشاعة كحقيقة ما في عندنا إخراج جيد للمعلومة الحقيقية ما بدي معلومة مضللة وصلنا لمرحلة أنه أحيانا في في مواقف رسمية ممكن تكون بحقيقتها كما هي كما هي مقبولة منطقيا وواقعيا ومع ذلك يتم العبث بها بإخراج رديء وسيء مش فأم هي منهجية ولا غباء ولا شو مش عارف ولا مصلحة لأحدهم بتغييرنا أو تعديل حاليا أنا ما بقدر أحكي بالتغيير والتعديل هذا كلام عبثي الآن يعني بجوز بكرة يكون فيه تغيير والتعديل بس أنا قراءتي للمشهد الآن لا أعتقد أنه فيه تعديل أو تغيير لعام القادم يعني لبداية العام القادم أو الربيع القادم فلنقول إذا بدأ أمشي على معايير أنه فيه ملفات أنا بعرف وجودها الحكومة يجب أن تجزها فلا يجب أن يكون هناك تغيير لكن في النهاية أنت ما عندك معايير تضبط هذا التعديل أو التغيير في حكومة بقية ثمن أشهر مرة وفي حكومة بقية خمس سنوات أعطيني معايير أنا بأعتقد أيضا يجب أن لا يخطف مستقبل بقاء الحكومة من عدمه سواء هذه الحكومة أو أي حكومة قادمة لنشطاء ومؤثرين التواصل الاجتماعي مع تقديرنا الكامل لحق الناس لأنه يعني إذا وصلنا إلى مرحلة الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي ربما يتم تحريكه من قبل نخب سياسية من قبل قوى معينة من قبل أجندات داخلية أو خارجية قد نصل إلى مرحلة يتم التغيير الحكومي كل شهرين وكل ثلاث أشهر الأصل في بقاء الحكومة من عدمه هو إنجازها ما عهد إليها في كتاب التكليف السامي وما تعهدت به أمام مجلس النواب والقادر على طرح الثقة بالحكومة المفوض شعبيا ورسميا وهو مجلس النواب خلينا نكون دقيقين وصريحين خلينا نكون صريح لا تقول لي مجلس النواب يا سيدي أنا بدي أذكرك خرج الأردنيين خرج الأردنيين على حكومة الدكتور هاني الملقي وجاءت حكومة الدكتور عمر الرزاز ونفذت أكثر مما خرج الناس ضده إذن شو معنى تغيير الحكومي شو بصير له معنى قيمة بالضبط وهذا السؤال شو معنى قضية أرضاء وظيفي فقط يعني إحنا إذا أردنا أن نذهب إلى خيار الطامحين واليوم بصراحة في هاجس عند كل الأردنيين طالما أن معايير التوزير تغيرت أنه ليش فلان أنا أحسن منه هاي مشكلة يعني فضل الأخ مالك وحكى أنه أثناء ولاحظوا أنتو لما يصير تكليف أي شخصية بتشكيل حكومة بتم إخراج أربعين وخمسين قائمة وبعضها مخرج بطريقة يعني موشعة حتى بالإرادة الملكية يعين فلان ويعين فلان ويعين فلان وبتم تمرير أسماء معينة لبعض المواقع الإلكترونية أو حتى بعض الصحف حتى يتم التذكير وفي إحساس بالمظلومية لأن المعايير بصراحة ليست دقيقة إحساس بالمظلومية لدى قطاع عريض من المواطنين الأردنيين بأن عملية تشكيل الوزارات لا يوجد بها أعدالة وبالتالي طالما لم نلحصتنا منها على اختلاف تلاوين المجتمع الأردني منهم من يعطيها بعد جغرافي أو جهوي أو جندري أو أي من التوصفات المتف معروفة في الأردن علينا أن نبدأ بالحديث عن رحيل الحكومة وبعد أول ماءة يوم بيطلع استطلاع مركز الدراسات الجامعة الأردنية ويتبعوا استطلاع راصد واليوم صارت قصة الاستطلاعات كمان يعني بشكل تتوالد كالفطر يعني الكارثة أن الناس يعني هاي التعليقات اللي أمامك احنا كلنا بنشوفها الكارثة أن الناس لم تعد معنية تغيرت الحكومة وبقيت حقيقة الناس وصلت إلى مرحلة من البؤس والقهر لم تعد معنية الغالبية العظمى من الناس المعنى الوحيد في التعديل والتغيير صاحب الصلاحية في التعديل النخب تتداول قاعد التعديل تتداول الحق لكن القصر هو صاحب الحق نعم بالمعنى الدستوري المادة 35 هي حصرة لجمع الملك ولكن بنفس الوقت لا يعني أعتقد المشكلة الحقيقية إذا ذهبنا إلى فكرة تغيير الحكومات وحل البرلمانات هذا أمر الحقيقة خطير جدا لكن هذا لا يعني أن تسترخي الحكومات طيب تتفق مع ذلك القصر اليوم لا يريد لا حلا لحكومة ولا لبرلمان محرج للقصر الآن الآن أنت عملت تعديل يعني أنا لو ما كان صاحب القرار أو يعني لو مستشار للملك سأقول له يعني هذا محرج أنه كمان تغيير وتعديل ولسه مبارح معدلين يعني شو فشل ما هي كل اسمها كل حكومة كل حكومة اسمها حكومة جلالة الملك يعني هل فشلنا هل فشلت حكومة جلالة الملك لنحضر حكومة جلالة الملك أو نعدل على حكومة جلالة الملك بعد شهرين أو ثلاث أشهر من تعديل حكومة جلالة الملك ما هذا كله يتم باسم الملك هذا كله يستنزف وما هي القيمة المضافة التي سيحققها يعني هل سيتم إنجاز ما تعهدت بها الحكومة قد يكون هناك تناقض بين وزير أو وزيرين في الحكومة لكن يتم معالجة هذا الأمر في تقديري بطريقة أفضل من التعديل أو حتى التغيير لأنه لا يجوز يكون لدينا في أقل من عام أربع أو خمس تعديلات وزارية يعني أصبحت القصة في الكلور سياسي أكثر من أصبحت مسحية هزالية التعديل كل شوي أنا أعتقد أن الحكومة عندها ملفات بهذه الحكومة تحديدا يعني هاي الحكومة حظها السيء أو الجيد ما بعرفها تقدير رئيس الحكومة إنه عليها ملفات ثقيلة حقيقة في ظرف إقليمي ومحلي لا يوجد أكثر حرجا منه الآن لا يوجد أكثر حرجا منه الآن فما بعرف يعني التعديل شو بدي يضيف أو التعديل إضافي الآن شو بدي يضيف شائعات التعديل والتغيير هي طامحين أو رغبات هي الإشاعة بشكل عام إذا كنا منحكي على الإشاعة المحلية التي ينتجها المجتمع المحلي هذا البؤس والقهر الذي يعيشه الناس ينتج أمنيات تصاغ على شكل إشاعات وشائعات هي منطبق عليها المثل الشعبي نذر ولا موظيوف النخب طامحة والشعب محبطة فاثنين بيشتغلوا على الموال هذا لكن المهم يعني يجب أن لا يتم تجاهل لا بطامحين وأعتقد أن الدولة يعني تتحمل في جزء منها بعض العناوين التي أرسلتها للناس سواء في مجالس النواب أو في مجالس مجلس الأعيان أو حتى في مجلس نحن بحاجة إلي عادة صياقة الدولة مش بس بالإصلاح السياسي بالإصلاح الإداري والاقتصادي بدها جلسة جادة حقيقية النخب الدولة لأنه مقبلين على على ملفات صعبة وإقليم وإقليمية والإقليم نفسه يتغير يعني الإقليم كله قاعد يتغير فإما أن نكون جزء من هذا التغيير أو سنكون على الهامش لكن حتى نكون منصفين وموضوعين اليوم مثل ما تفضل أخي مالك حول الإقليم الإقليم كله بمر في ظروف صعبة يعني سواء جوارنا العربي أو الإقليمي يعني تركيا التي كانت طموح للأردنيين للاستثمار بنشوف وضعها اليوم إيران موضوعها معروف الجوار العربي كله بمر في مرحلة مخاض وتعقيدات ما زال الأردن برغم كل هذه التحديات يعني على الأقل متماسك ما نتمنى اليوم سواء من النخب السياسية أو من الحكومة أو من مجلس النواة أن يستغلوا هذه اللحظة الفارقة والمهمة بعد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أنا أفهم أن وجع الناس بدرجة الأولى اقتصادي وهذه مسؤوليات الحكومة أن تعمل اليوم على خلق فرص عمل رفع معدلات النمو خلق استثمار لكن بنفس الوقت يجب أن لا يكون هذا الأمر مدعا للإحباط أن الجميع يتفق اليوم أن علينا إعادة نظر كيف يصير الأمور إعادة صياغة الدولة بكل حجم العبارة وما يعنيها لهذه العبارة بعدها المجتمع ليس متماسك أعتقد أن الغراء الذي يمسك المجتمع أصبح يسيل ويختفي لا أرى أن المجتمع بخير يعني أنا أعتقد أن الأدوات أتمنى أن أرسل رسالة إيجابية لكن إن نواجه واقعنا ليس أن نحل لا أشوف إحنا بنحكي بالأمر النسبي بصراحة إذا أردنا أن نكون موضوعيا أنا أعرف أن ربما هذا الكلام الذي تحدثني فيه اليوم لن يعجب إذا كانت هذه الحلقة مبثوثة على الفيسبوك سينالنا أنا وياك والأخ محمد ما ينالنا طبعا لأن هذا واقعنا يعني اليوم في حالة استقواء من نشطاء التواصل الاجتماعي في حالة غضب عام ونحن نحترم شعبنا ولا يمكن أن ننظر إلى الأردنيين على أنهم كن برس في المشهد هذا وطنهم ويجب أن يعبروا عنه وأن يجب أن يحترم موقف الناس ولذلك يتحدث بصراحة وهذا كلام يجب أن يتحدث فيه والشائعات يجب أن تواجه وإذا كان في حديث حقيقي عن إجراء محدد يجب أن نعرف لماذا كيف وإين والمراجعة الشاملة ضرورية حتى نستطيع أن نسير ولن تدار الدولة بذات الأدوات القديمة لأن الزمن تغير حتى نعبر إلى المئوية الثانية واضح الأدوات ذاتها لن تكون بدي أشكركم وكل شكر أستاذ مالك ودكتور زيتش رفتوني بحضوركم الأدوات الل stab atم